مرحبا بكم في صحابك اليوم راح نحكيه على موسم الحج وراح نقدمه نصائح صحية قيمة للحجاج يقوم ملايين المسلمين بأذاء فردة الحج كل عام ومن المهم يبقاوا بصحة جيدة وقوة خلال رحلة تحهم اللي تطلب جهد بدني كبير لازم على الحجاج الالتزام بمجموعة مدنوعة من الإرشادات الصحية أهمها الابتعاد عن أشياء الشمس المشكلة الأساسية اللي تحدث عند الحجاج هي ضربة الشمس يعني الكود صولي واللي تسبب لهم الضخة والعطش والتعب وراح تأثر على الغيس تاع الحج تحهم لذلك نصحوهم بالجلوس في مكان فيه الضل واستخدام الميضالات يعني اللي بارابلوي ويكون اللي بارابلوي اللي يكون اللون تحهم فاتح دو بريفرانس اللي بارابلوي بيوضة اللي يكونوا كلاق كان شي مهم هو تبريد الجسم بالماء البارد وشرب كمية كافية من السوائل بانتظام لازم عليهم ثانية تأكد من كمية وصلاحية الأدويات تحهم نصحوهم يتأكدوا قبل ما يروحوا باللي عندهم أدوية كافية باش يغطيوا لهم كامل مدات الرحلة تحهم والاحتفاظ بجميع الأدوية في العبوة تحها الأصلية يعني ما يخلطوهمش ويردوها معهم دائما في حقيبة اليد التحهم وين ما راحوا يدوها معهم لازم ثاني يتأكدوا من نظافة الطعام قبل ما ياكلوها يعد التسمم الغذائي يعني الانتوكسيكاسون على المنتق شائع في الحج وبالزاف حجاج تصر لهم لذلك نصحوكم تغسلوا الفاكية والخضرة بمليح قبل ما تاكلوها وتحقوا من تواريخ انتهاء صلاحية يعني لدات ديكسبيغاسيون تع المواد الغذائية والمشروبات المعلبة لتكونسوموها لازم ثاني تحموا روحكم من الإصابة بالأمراض الجلدية لازم تاخدوا قصد كافي من الراحة ونصحوكم بأخذ قصد من النوم للراحة والتمكن من أداء فارضات الحج واستعادة الطاقة لحقنا نهاية عدد اليوم إن شاء الله تكونوا يستفدتم معنا بالمعلومات لمدينا لكم اللي أحبي عاودي شوف الحصتها اليوم يصيبها شوق انترنت ما بخالي غنقلكم تهلا في صحتكم وسلام